بسم الله الرحمن الرحيم لكن تخيلوا أنفسكم مكاني وقد تلقيت اتصالها لتقول تلكم الكلمات بكل صدق وراحة قلب وثقة هي كلمات مبشرة لكنها موجعة بقدر ما تحوي من الصبر والرضا لقضاء الله تقول فيها المعتقل ريحانا بسم الله الرحمن الرحيم أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول عز من قال أليس الصبح بقريب أيها الشعب الصامد استمر بالمسير وسر على نهج الإمام الحسين عليه السلام فهو لا زال حيا باق في قلوبنا على مر الدهور والأزمان فليدوي في ساحاتكم شعار كل يوم عاشورا وكل أرض كربلا أساس هذا الشعار المطالبة بالحق والحرية لأنه المفصل الحقيقي بين الحق والباطل شعار عبر عن مدى التساع الحقيقة شعار عبر عن مدى التساع الحقيقة في حياة المسلمين ليشمل كل زمان ويستوعب كل أرض وبلا حدود كونوا أحرارا في دنياكم فالناس عبيد الدنيا والدين لعق على أنسيتهم يحوطونه ما درت مع إشبه فإذا محصوا البلاء قلت دياني هذه الكلمة فيها تشخيص لما يستشري في المجتمع فلقد قالت مسيرة الحسين عليه السلام شاهدة على طغيان الحكام وانحراف الناس من خلال قيامهم فأين يزيد اليوم؟ أيتها الحرائر كنا كالسيدة زينة أيها الشباب كونوا كالإمام الحسين فنحن أبناء الحسين وأخوات زينة لن تنكسر عزيمتي مهما كانت السنوات بل ازددت صمودا أكانت خمس سنوات أو ثمان أو حتى عشر سنوات فكأنما وهبت عشرة أبناء شهداء وما أمتلكه اليوم لا تمتلكه حتى أمهات الشهداء وكأمي كأمي الشهيد وأخته وزوجته وإن لم يقل لي من لحمي ودمي ورحمي شهيدا ويكفيني ذلك فخرا أنحني احتراما لكل أسر الشهداء ولكل أسره اعتقالي وللشباب المطاردين وأسرها وأقول لهم ولنفسي إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أني إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوى لها الجبال لأنظر كيف صدقه فإن وجدته صابرا اذتخدته وليا وحبيبا وإن وجدته جزوعا يشكوني إلى خلقي خذلته وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم عن المعتقل ريحان الموسوي قبيل جيسة استئناف الحكم الصادر ضدها مع المعتقل نفيس العصر بقضية الفورمولا موسيقى